اكيد كل واحد فيكم بيحتاج يخلي العرض بتاعه شكله جميل ويضيف عليه لمسات جمالية يخليه شكله روعة طبعا فيه اسهم جميلة وفيه حاجات ممكن تستخدمها وبتخلي العرض بتاعك اجمل واجمل في فيديو النهاردة ان شاء الله هنعرض بعض الباوربوينت اللي ممكن تستخدمه طبعا كاطارات او كاسهم او حتى كاشكال خلفيات ممكن تستخدمها في عروضك وتخلي عروضك طبعا جميلة لو بيهمك النوع ده من العروض تابع معي طبعا الشرح بعض الفاصل انا محمود حنفي من قناة تعليم بلا حدود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اعزائي المتابعين طبعا انا بجيب لكم عروض تقديمية متنوعة العروض دي هتفيدكم اكيد لما تيجي مثلا تحضر درس او تيجي تعمل مثلا عرض باوربوينت وعايزه يطلع بشكل جميل طبعا احيانا بتحبقى محتاج مثلا خلفيات زي الخلفيات اللي انتو شايفينها دي يكون شكلها جميل وتكون طبعا مفيدة في العرض بتاعك وبتخليه شكله طبعا افضل وشكله ابداعي طيب انا دلوقتي مثلا عندي خلفيات كتير هنا ممكن استخدمها زي مثلا دي ممكن استخدمها في عنوان الدرس مثلا الاشكال اللي قدامكم دلوقتي كمان في حاجات زي الاسهم الاسهم برضو دي بتكون شكلها جميل ممكن تصغرها وتكبرها طبعا عادي بقى لما تحب تنقلها من عرض الى عرض تضغط عليها زي ما اتفقنا قبل كده كريك كمين وتعمل نسخ وبعد انتو روح للعرض اللي انت عايزه وتعمل لها لصق طبعا الشكل ده ممكن تعمله تدوير تمام زي ما انت حابب ممكن تعمله تنسيق صورة من هنا وتقدر تغير فيه زي مثلا حدود الصورة او اي شكل مثلا انت عايزه تمام المهم انت بتعمل الطريقة اللي تعجبك انت بس خد الاشكال دي وعدل عليها وزبطها وحطها في العرض بتاعك عشان يكون العرض شكله جميل فيه عندك هنا مجموعة من الاسهم كبيرة ممكن تستخدمها حتى باشكال ممتعة زي مثلا السهم ده اللي معمول بالناس مسلا تمام وفيه عندك حاجات تانية حلوة زي مثلا الخلفيات اللي ممكن تستخدمها في العنوين او مثلا انت بتكتب عنوان لو السهم ده مثلا اتجاهه مش عجبك ممكن تروح للتنسيق الصورة وتيجي مثلا عند الاستدارة وتعمل مسلا انعكاس افقي بيتلاقي السهم جاي كده من ناحية ليه من ناحية اليمين الى اليسار تمام وتضع عليه اللي انت عايزه من خلال ادراج مسلا وتيجي على النص هنا وتكتب اي نص عجبك هنا وتبدأ تنسقه زي ما تحبطي طبعا الاشكال دي كلها جميلة ورائعة ممكن تستخدمها في العروض بتاعتك وتخليها جميلة طيب انا بجيب كل الاشكال دي منين النهاردة هقول لكم على الموقع المهم اللي انا بنزل منه كل العروض الموقع ده اسمه انجز انجز تقدر تكتب كلمة انجز تاخد اول رابط هنا هيفتع لك الموقع الجميل ده اللي في عروض جميلة جدا ممكن تستخدمها مع طلابك زي مثلا كلمة صمم عرضك وهي عندي كلمة اشكال هنا هتلاقي الاشكال اللي انا نزلتها دي موجودة طريقة التحميل منه سهلة جدا وبسيطة ان انت بتروح عامل على اي شكل انت عايزه تضغط عليه وبعدين تدخل تحت كده هتلاقي كلمة تحميل هذا القالب بتضغط عليها بتلاقي القالب بيتحمل لك بكل بساطة بيفتح لك مكان التحميل وتقول له تحمله في المكان اللي انت تحبه وتقول له وهتلاقي العرض ينزل عندك بكل سهولة يعني طريقة التحميل منه جميلة جدا وسهلة جدا طبعا عندك هنا انواع كتيرة من القوالب زي مثلا قوالب تعليمية قوالب انجليزية قوالب اللي عملوا الشركات قوالب سلاسية الابعات يعني مسلا لو دخلنا على سلاسية الابعات هتلاقي العروض اللي انا عرضتها لكم قبل كده موجودة فيها تمام تقدر مسلا تشوف اي عرض يعجبك وتنزله تمام يعني مسلا نختار العرض ده اللي هو بتاع تحرير النص ونقول مسلا تحميل هذا القالب ونحمله عندنا مسلا ونشوف شكله هيبقى عامل ازاي احمله عندي سيب بعدين افتحه بعد ما يخلص تحميل هو القالب ده شايفين شكله طبعا ممكن بقى تعمل عرض من هنا وتبدأ تشغل العرض طبعا شكله جميل جدا وطبعا زي ما انتم شايفين العرض شكله مبهر ونوع الخط المستخدم جميل جدا تمام فالموقع ده تقدر تحمل منه اي عرض يعجبك طبعا انا بشوف لكم العروض الجميلة منه وبنزلها لكم وبعرضها لكم على اساس تستفيدوا منها تمام لو انتم طبعا عايزين رابط الاشكال اللي انا نزلتها هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف او ان انت تدخل على كلمة صمم عرضك وتروح على كلمة اشكال الرابط طبعا هاخده لكم وحطه لكم في صندوق الوصف لو عايزين تدخلوا على الاشكال بشكل مباشر طبعا هتلاقي عروض هنا كتير جدا هنبقى نعرضها بعدين على اساس احنا هناخد لكم العروض المميزة ونعرضها لكم في القناة يارب يكون الفيديو ده انا لاجابكم وانتظرونا بكل جديد وهشوفكم فيديو جديد ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشاركو مع كل الناس ولو عجبك الفيديو اعمل اشتراك في القناة وكن معنا في اسر التعليم بلا حدود يلا سلام